قال وزير الخارجية الجزائرية رمطان العمام راين مشوار المصالحة الفلسطينية الذي ستستضيفه الجزائر قد انطلق مضيفا خلال مؤتمر صحفي الاثنين مع نظيره الكويتي أحمد ناصر الصباح أعقب جلسة مباحثات ثنائية أن جهود الجزائر تهدف لجعل الجانب الفلسطيني المشارك في القمة يتحدث بصوت يعبر عن جميع الفصائل نعتبر جهودنا أنها رامية إلى تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وإلى جعل الجانب الفلسطيني المشارك في القمة العربية في الجزائر يتحدث نيابة عن جميع القوى الفلسطينية لأن جمع الشمل وتوحيد كلمة اللاشقاء في فلسطين من شأنه أن يدعم وحدة الصف العربي وأن يقوي الكلمة العربية والمواقف العربية التي ستتمخذ عن قمة الجزائر فالمشوار انطلق ولدى الجزائر بطبيعة الحال خبرة طويلة في تعامل مع جمع الشمل الفلسطيني